انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل وشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالامرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوفي انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هاي الشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك the world card فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم شوف انه طاقته نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادئ الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخال الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بدي يساويه او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية معك وشخصية بتطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت او يقدم الترفيه فلابد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او بصعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد تكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص طيب النسبة للي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم الكمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه الكمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بالشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضا فيه كتير فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سابن سابن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص في عنده اختيارات كتيرة يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السلمات ولكن فيه فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بعد بالمسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما طرف عم يحاول يبادل شخص الآخر من حياته او او يحاول يخلي مسافات قدر المستطاع لانه عندك فانتو تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم اياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة بعيدة المدى ايضا فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عندك هون Ace of Wands بعدين King of Souls يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين برجع ينقل بالوضع بسرعة ايضا 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 العلاقة بينكم امشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة الطرفين بها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق بتحليل الامور ما في كتير او ما في كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما في تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد في عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الامور طيب نشوف خطواتك القادمة في المستقبل discover your life purpose فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشوف شو الاشي اللي الهدفك في الحياة او اللي المفروض تساوي في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساوي بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة او سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وايضا رح تركز على مانتياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم شوف للبعض منكم بدوا ارتباط مع هالشخص او بدوا زواج مع هالشخص لانه عندك الهيروفينت الهيروفينت او البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت هم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبينها الشخص وتشوف انه هال تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل او رح تقابل شخص ايضا ممكن انت محطوط او رح تنحط بطريق بالمستقبل لانه في عندك اختيار بين شيئين في عندك في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوثق بين المادة وبين الحياة العاطفية او بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه في اشي عم يأخذ من اشي يعني اذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص واذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل من شوف خطوات الحبيب القادمة حبيبك او شريكك عنده فينكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها او مطرح جديد رح يبدأ فيه ايضا بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هوائية ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن شخص شوي متهور ايضا ممكن عم تتعامل مع برجة السرطان لانه الكرت بتبع برجة السرطان الغالية الغالبية الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالاغلبية ممكن برجة السرطان او شخص فيه عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا فيه عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف انه فيه عنده هدف هالشخص عم يسعى لأجله فيه ملحوظ وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن او فيه عنده كتير عالي للوضع المادي عم يطمح الى انجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك انت و عم شوف ايضا انه هو بيشوف انه العلاقة من اجل انه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح ايضا يعني هالشخص بيفهم انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسرة او تربية طفل او اشي مثل هيك عم شوف انه هو في شخص كتير مصمم اذا انتم منفصل لي مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير ارادة وتصميم انه دائما كل الامور بتخرب بيصلحها مرة تانية او مستعد ان يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية او يسالحك مرتان او تتوفق بالعلاقة مرتان يعني عم شوف شخص كتير صبور مع انه متهور ومتقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته سعي مجعم بعرف احكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبل open minded عقليته من فتحه بيحب يسمع اراء اخرى طيب نشوف تعقدكم بالمستقبل شو رح يصير cycles هالكرت اجا بنفس المطرح لبرج الجدي فاذا بتحب تتابع القراعة هديك ممكن تفيدك باشي معين لانه بنفس المطرح جاء فبالنسبة لتعقدكم بالمستقبل عم شوف انه في عندكم shifts وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل لانه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لانه انت وهو اشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وارادة اشخاص ايضا بدكم تكونوا اسرة مع بعض انت وهو عم شوفكم عم تطمحوا الى تكوين اسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الامور او في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار الى انه الهدف النهائي بالنسبة للكم الاثنين هو تكوين اسرة وعم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الامكان ايضا ايضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رح حبيبك او شخص اني عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين انه هالشخص كتير عميد او فيه بينكم وبين بعض كتير عند وعم تحاول انه يعني كل واحد يفرض سلطة بالوضع او ممكن انت تحس انه هو عم يحاول دائما انه يفرض سلطة اذا انت رجل ممكن الامرأة اللي عم تتعامل معها تكون امرأة شخصيتها كتير قوية واذا انت امرأة ممكن رجل اللي عم تتعاملي معه كل شخصيته كتير كتير قوية وبيحد يكون هو اللي دائما مسيطر على الامور ولكن عم شوف انه الطريق بينكم شوي صعب شوي في تحرك في ما في خط ثابت لحد الان يعني لسه في طلعات وفي نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو انه يكونوا اسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا اسرة مع بعض امشوفكم عم تعتبروا بعض سول ميت ورفقاء درب ايضا ممكن تكونوا الاثنين عم توفروا من الناحية المادية من اجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم أريدي تصارح بانه بدوا يكون اسرة مع هالجخص عم شوف انه انتوا الاثنين عم تخبوا اشي مادي ممكن عم توفروا اشي مادي من اجل خطوبة او زواج او من اجل صرفيات لأجل انه تنفقوها على اشي معين اوكي حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادر شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة